الويلات تضرب اليمن وتخلف أزمات إنسانية مفجعة هذا هو مغزى تقرير جديد أعلنه البنك الدولي يحمل الكثير من المخاوف بشأن الأزمة اليمنية لكن أبرز هذه المخاوف هو ما ذهب إليه تقرير البنك الدولي من تزايد أعداد الفقراء الذي يأتي نتيجة تقليص الحكومة للإنفاق وتجميد برنامج الاستثمارات العامة والمساعدات النقدية للفقراء بالإضافة إلى خفض علاوات الأجور إطلاق التقرير في هذا التوقيت هو تحذير واختبار جديد يضاف إلى رصيد الميليشيا التي تقود حربها لتخلف كل هذه الأهوال فتفاصيل ما يريد توصيله التقرير بالذات أن نسبة عدد الفقراء 85% من السكان الذين يقدر عددهم بـ 26 مليون يمني رقم صادم آخر إذن يعلن ولم يلقى له بال في لحظة تبدو الأوضاع الاقتصادية ليست بأفضل حالاتها مع وجود حالة الانقسام التي تسببت بها الميليشيا جراء غطرستها ونزوتها للسلطة فالحكومة حكومتان شرعية وأخرى سلطة أمر واقع تقود البلاد إليه منذ الـ 21 سبتمبر قبل العام الماضي الاقتصاد وحده كفيل بتقديم جماعة الحوثي وحليفها صالح كعصابة متخصصة في صناعة الخراب فأول ما سعت إلى تفكيك الاقتصاد الذي بدت ملامحه تتشكل منذ فترة وجيزة في ظل مناخ الاستثمارات الناشئة وتسويق النفط وتشغيل قطاع المال الوطني عرفت الجماعة الإنقلابية بعمليات سطو مسلح لكل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القطاعات الإيرادية والمالية حدث كل ذلك في ليل وتحت شعار محاربة الجرعة السعرية التي تبنتها آنذاك حكومة رئيس الوزراء الأسبق وهي أول ذريعة استخدمها تحالف الإنقلاب واضعا يده على الخزانة العامة قبل أي قطاع آخر أصيب الاقتصاد بضربة قاضية ولم تبدد كل التطمينات المخاوف بتعافي الحالة المعيشية أو ما سميت بالهدنة الاقتصادية التي تحدث عنها المبعوث الأممي في معرض مشاورات الكويت قبل شهرين بالإشارة إلى ما ذكر سابقا عن أي حكومة يتحدث البنك الدولي فالحكومة حكومتان فالشرعية لا تمتلك بيدها أي شيء بينما الميليشيات تدير شؤون البلاد وتتلاعب بكل شيء ابتداء من الخزينة العامة والبنك المركزي كل ذلك ضعف من الأزمة الإنسانية كما خلف أوضاعا مأساوية مفجعة نجمت عن الحرب والصراع وأسعار النفط المنخفضة الذي يشكل المصدر الرئيس لإرادة الموازنة التقرير لفت إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم في ظهور سوق سوداء فقدت فيها العملة المحلية أكثر من ربع قيمتها حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر